فاز منذ بعض أيام سلاس خبراء اقتصاديين بالعالم بأهم جائزة نوبل للاقتصاد وكانت تدور أبحاثهم ودراستهم على بلدين العالم وتفسيرهم لبعض الدول غنية وغير الدول تفقر أكتر وأكتر رح فسر بهالفيديو صغير شو هني كانوا مكونات أبحاثهم ودراستهم البعض ممكن يظن أنه اليوم بعض الدول غنية لأنهم تملك موارد طبيعية واليوم من بعد دراسة النوبل للاقتصاد الأخيرة برهنوا ثلاث الخبراء الدوليين أنه هذا الكلام والتفكير خاطئ جدا لبل أساس الدول التي تغنى أو تفكر هي مربوطة مباشرة للحوكمة للشفيفية للإدارة الرشيدة وبرهنة هذه الدراسة الدولية أنه بعض الدول تغني وتحسن نسبة عيش شعبة هي دول هاللي تحترم القانون دول التي تحترم المؤسسات وتدعم شعبة واقتصادة هذه الدراسة عملت تقارب بين عدة دول وبرهنة بطريقة كتير واضحة أنه الدول التي لا تحترم القانون والحقوق والحقوق الفكرية والمؤسسات هي بلدين تتراجع يوم بعد يوم لما نقول شهر بعد شهر وسنوات بعد سنوات البلدين التي تتراجع اقتصاديا يعني كبلد يفقر يتدهور الناتج المحلي وشعبة طبعا يفكر ويخسر يوم بعد يوم نسبة عيشه وخاصة طريقة عيشه هاللي تتراجع أكتر وأكتر أما الدول التي تمني أكتر وتنمو هي الدول هاللي تحترم القانون المؤسسات تدعم بعض الحريات وعطوا عدة أمثلة عليها النقطة الثانية والثالثة بالأبحاث كانت كمان عملوا مقارنة بين الدول التوتاليتارية خاصة مثل الصين وغيرها هاللي بتكبد بعد سكانة وما بتخلي أي الحريات وعملوا تقارب بعض بلدين هاللي تحترم الديموقراطية والحريات وتنمو أكتر وأكتر فالواضح جدا أنه اليوم الشفافية والحوكمة الرشيدة واحترام القانون والمؤسسات هو المكون الأساسي لإنماء البلدين وخاصة البلدين هاللي تغني كبلد واقتصاد وشعبة لكن من جهة تانية الفساد وزبائنية وخاصة التحاصص السياسي هو مكون الأساسي للبلدين هاللي تفقر كبلد واقتصاد وشعب اليوم ما في شك أنه نحن بعدنا بحرب تخريبية ومنتمنى نبلش نتحدث بإعادة الأعمار لكن هاللي واضح أنه أول شيء إعادة الأعمار بدون نظرة ورؤية موحدة ما رح يكون فيه إعادة أعمار الإعادة الأعمار ما أنه فقط بالتخريب لكننا نعرف أنه كمان دمرنا دخليا كل الحقوق وكل المؤسسات وكل العدالة الاجتماعية والقانونية عن نياب اللبنان ما في شك أنه بنا نرجع نعمر الخراب هاللي هو لكن الأولوية هو نبلش نرجع نعمر شعبنا نرجع نعمر مؤسساتنا نرجع نعمر طريقة فكرنا نرجع نحترم الدستور وكل المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة لأنه من دونه لسوق الحظ ما رح يكون عندنا أي إنماء ولا إعادة أعمار الواضح جدا البعض عم بيراهن ويتكل على الموارد الطبيعية بيرجع بشدد وبنهي أنه الموارد الطبيعية لحالة ما بتنتج بأي إنماء لبل تنتج بالحروب وبأكتر زبائنية والفساد فالخيار واضح جدا وبنهي وبقول أنه الدول حسب جائزة النوبل الاقتصادية الأخيرة البلدين التي تنمي هي البلدين هاللي بتبني الثراء أما البلدين التي لن تحترم القانون والمؤسسات والحقوق هي اللي بتتراجع يوم بعد يوم فاليوم نحن عنا خيار بسيط أما نحن نبني دولة المؤسسات هاللي بتجذب الريديين والمستثمرين والمبتكرين أما نظننا عم نبني دولة لا قانون هاللي عم تجذب المهربين والمبيدين والفاسدين وشكرا